وننتقل إلى العراق حيث شب حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا في مدينة نصرية جنوبي البلاد ما أسفر عن مقتل أربعة وأربعين شخصا على الأقل ويظهر مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فوضوية في المستشفى عند وصول تواقم الطوارئ ووفقا للتصريحات المسؤولين فإن الحادث وقع جراء انفجار خزان أكسوجين مساء الاثنين في وحدة العناية المركزة التي تعالج مرضى كورونا وقد تم إخماد الحريق وقال المسؤولون إن التواقم الإنقاذ والإغاثة تعمل حاليا على تفتيش المبنى للعثور على الضحايا الذين قد يكون بعضهم محاصرين ويعد هذا ثاني أخطر حريق في مستشفى بالعراق هذا العام ففي إبريل الماضي أودى حريق في مستشفى يعالج مرضى كورونا في بغداد بحياة 82 شخصا على الأقل